العراقيون يعيشون حياة الغربة والنزوح والتهجير في وطنهم ثم يكتمل المشهد المأسوي بالترويع والاعتقال والنهب والقتل على أيدي الميليشيات الموالية لإيران برعاية حكومية وسط صمت دولي لما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق العراقيين وما مجزرة قرى المقددية عنكم ببعيد والتي قتل فيها نحو 14 مدنيا على يد الميليشيات وتهجير أكثر من خمسمائة عائلة وتدمير منازل السكان وتجريف واسع للبساتين في حين لم تحرك السلطات الحكومية ساكنا لفرض القانون وملاحقة المتورطين بالمجزرة بحسب مرصد أفاد الاتهام بالإرهاب والعيش في المخيمات والموت تلك هي خيارات نازحين في العراق تحفهم المخاطر من كل جانب يرزحون تحت وطأة فقر مدقع وسوء معاملة في مخيمات النزوح المنتشرة في العراق دون أن تلوح أي بادرة لعودتهم إلى ديارهم وفق لمجلة فورين بوليس الأمريكية أصبح العراق اليوم في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة طارداً لأبنائه ومتفنناً بإذائهم بالجوع والقتل والتهجير فمن يصدق أن أبناء الرافدين الذين يعيشون فوق آبار النفط يهاجرون بحثاً عن الأمان والعيش بكرامة وسلام وإن كلفهم ذلك مخاطر الغرق في عرض البحر واستغلال مافيات التهريب أو الوقوف على حدود أوروبا في أسوأ الأحوال الجوية والإنسانية حيث يواصل المهاجرون العراقيون الانتظارة عند الحدود البولندية البيلاروسية في ظل ظروف صعبة وبرد شديد على أمل العبور إلى حدود الاتحاد الأوروبي صحيفة جارديان البريطانية قالت عن وفاة المهاجرين العراقيين بعد غرق قاربهم في بحر المانش مؤخراً لن يبتأ ذلك من عملية الهجرة المستمرة مشيرة إلى أن هناك الآلاف يحضرون أنفسهم للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر بحثاً عن فرصة بعد شعورهم باليأس في بلدهم فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المهاجرين العراقيين قولهم إنهم تركوا الوطن حيث لا مستقبل فيه بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد وتغول الميليشيات وعدم توفر الظروف الآمنة للعيش يبدو أن لا وجود لبوادر حل لأزمة النازحين والمهاجرين داخل وخارج العراق فهو يلبه رغبات الساعين إلى تغيير الديمغرافي على أسس طائفية فضلاً عن الفساد والظلم ما يدفع في استمرار هجرة ونزوح أبناء العراق